إذن مشاهدين بعد وصول نسب تخصيب اليورانيوم لدى إيران بمستويات متقدمة للغاية وهي بنسبة 84% تقربها من امتلاك السلاح النووي وفي ظل جمود العملية التفاوضية الخاصة بالملف النووي فأن شبح إيران نووية بدأ يلوح في الأفق هذا القلق يتزمن مع زيارة مرتقبة اليوم لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية طبعا رفيال جروسي لتهران وهي تأتي قبيل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي يلتأم في ذينا ما بين السادس والعاشر من مارس الحالي إذن ماذا يريد ويتوقع الغرب من جروسي خلال زيارته الإيران أولا أن توفر تهران الأجوبة التقنية على الأسئلة المطروحة وهي ظروف التخصيب بنسبة 84% والحصول على إجابات شافية بالنسبة للمواقع الثلاثة القديمة ثانيا قبول إيران بمزيدا من عمليات التفتيش للمواقع النووية وزيادة المفاتيشين ثالثا تمكين الوكالة من تتبع مصاري البرنامج النووي الإيراني من غير عوائق في حين تعبر الوكالة الذرية عن عجزها عن توفير الضمانات حول سلمية البرنامج المذكور ألفت هذه المرة أن تهران سعت للتقليل من أهمية اكتشاف الوكالة وأنها لا تسعى لحيازة السلاح النموي وأن بلوغ التخصيب نسبة بالغة لارتفاع غير مقصود وأن التخصيب العالي جاء نتيجة أخطاء تقنية في أجهزة الطرد المركزية محللون رأوا أن ما وصف بالليونة من طهران بعيدة كل البعد عن مقربتها السابقة حيث كانت تلجأ إلى التهديد وإلى مزيد من الإجراءات في حال صدور قرار منذ مجلس المحافظين وفي أي حال فإن الدول الغربية حرصت سابقا على إبقاء خيط التواصل قائما بين تهران وامتنعت عن نقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي وأبقت الباب مفتوحا أمام التوصل إلى اتفاق محدف مع تهران يتيح مجددا احتواء برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات عنها إذن العواصم الغربية المعنية امتنعت عن الكشف عن خطتها المستقبلية بانتظار تقييم العناصر التي سيعود بها جروسي من تهران والتي على ضوئها سيتقرر ما إذا كانت ستلجأ لتقديم مشروع قرار جديد إلى مجلس المحافظين أم سوف تمتنع عن ذلك وما إذا كانت العلاقة مع إيران ستشهد مزيدا من التصعيد أم ستفتح قوة التواصل المتجدد أو المتواصل المتجدد بين الطرفين